بجرائم دموية شنيعة اقترفتها ميليشيات حماس المسلحة ضد ابناء حركة فتحة وعناصرها وكوادرها اكملت حماس مشروع انكلابها الاسود في قطاع غزة واخذت ببسط سيطرتها على مرافق القطاع ومؤسساته وممارسة شتى صنوف القمع والاقصاء للحريات ضد كل من يحاول معارضتها او انتقاد سياساتها حتى بكلمة فصول الانكلاب لم تحسم او تنتهي بعدد من الايام التي تلونت فيها حياة الغزيين بالدم فما بعد الانكلاب كان اكثر كارثية حيث اخذت تتكشف معالم مرحلة جديدة من التشض بين شطري الوطن القت بظلالها على القضية الفلسطينية برمتها عبر محاولة قيادة حماس ترسيخ فكرة الانفصال وتمزيق الوحدة الجغرافية للوطن والذهاب نحو اقامة امارة المشيخة ولم يكن ذلك مجرد طروحات سياسية بل افرد قادة الانكلاب مساحة واسعة لتمرير مخططهم المشبوه عبر فتح قنوات اتصال مع الاحتلال لتسويق الفكرة فكانت اولى لبناتها ابرامهم هدنة مجانية مع تل ابيب شذوذ حماس عن قاعدة الاجماع الوطني وتجاوزها القنوات الرسمية المتمثلة في منظمة التحرير صاحبة الحق في توقيع اي اتفاق حيث لا يجوز لاي فصيل ان يبرم اتفاقا وهو ما فجر ازمة التمثيل التي استخدمتها اسرائيل لاضعاف موقف القيادة والتملص من دفع استحقاقات السلام وذلك بالضرب على اوطار التمثيل وعليه فقد مدت القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس يدها للم الشمل منذ اليوم الاول من وقوع الانقلاب لكن حماس افشلت كل محاولات انهاء الانقسام بما في ذلك الاتفاق الذي ابرم بجوار ستائر الكعبة عام 2007 من اجل اطالة عمر انقلابهم الاسود افشال حماس مبادرات الصلح وتغليب مصالحها الحزبية الضيقة على مصلحة الوطن واقع هز صورة فلسطين في بعدها الاقليمي والدولي فاصبحت مثالا يضربه العالم للوطن الممزق والشعب المقسم بعد ان كانت وعلى مدار سنوات الثورة ضد الاحتلال وجها مشرقا ونموذجا يحتذا به للوحدة والتعاضد وهنا يمكن القول ان من احرف البوصلة وشوها نضال شعبنا هابط فالوطن اغلى من حماس ومشاريعها الاخوانية خالد انطاوع تلفزيون فلسطين شكرا موسيقى vi crisp